الصفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الصفر إذن دعونا نبدأ ونستكشف معاً استكشف أرادت صابرين أن تعرف عدد أدواتها قبل أن تحفظها في المحفظة أساعدها بتعمير الجدوال العدد واحد أربعة واحد واحد صفر أتدرب أولاً ألون الخانة المناسبة لعدد العناصر ستة اثنان خمسة ستة صفر ثلاثة صفر سبعة اثنان أربعة ستة سبعة المجموعة الأولى بها خمسة عناصر إذن نقوم بتلوين العدد خمسة المجموعة الثانية تضم ثلاثة عناصر إذن نلون العدد ثلاثة المجموعة الثالثة تحتوي على صفر من العناصر لذا نقوم بتلوين الصفر المجموعة الرابعة والأخيرة عدد عناصرها ستة نلون إذن العدد ستة ثانياً أكتب العدد الذي تشير إليه الأصابع المبسوطة في كل يد العدد الذي تشير إليه أصابع اليد الأولى واحد العدد الذي تشير إليه أصابع اليد الثانية صفر العدد الذي تشير إليه أصابع اليد الثالثة اثنان ثالثاً أرسم على قطع الديمينو نقاطاً توافق العدد المكتوب تحت كل خانة أربعة واحد سفر ثلاثة اثنان صفر اثنان واحد أربعة واحد سفر ثلاثة اثنان صفر اثنان واحد أوظف تصابق الأطفال على فك عقد الحبال في أسرع وقت ممكن فكانت النتيجة كالآتي أكتب عدد العقد غير المفكوكة بكل حبل ريم ثلاثة فراس أربعة إيمان أربعة إياد ستة أيوب سفر أكتب في اللافتة اسم الفائز الفائز هو أيوب أقيم أرسم في كل حافظة نقود القطع النقدية المناسبة لكل مبلغ مالي أربعة مليم ثمانية مليم سفر مليم سبعة مليم إليكم بعض الحلول ويمكن أن تجدوا أصدقائي حلولاً أخرى في الحافظة الأولى يمكن أن أضع أربع قطع نقدية من فئة واحد مليم أو أضع قطعتين من فئة اثنين مليم أو أضع قطعة من فئة اثنين مليم وقطعتين من فئة واحد مليم في الحافظة الثانية يمكن أن أضع أو أرسم أربع قطع من فئة اثنين مليم أو في الحافظة الثالثة لا أضع شيئاً وفي الحافظة الأخيرة قطعة من فئة خمس مليم وأخرى من فئة اثنين مليم شكراً على المتابعة شكراً على المتابعة